كل هاو جديد لأسماك الزينة بيبقى غريق ومش عارف يبدأ منين أو ازاي فبيقول أبدأ بحاجة صغيرة الأول على قدي بولة علبة بلاستيك طبق كبير ممكن كمان كوباية أي حاجة وخلاص فبيروح محل لبيع أسماك الزينة ويجي باية عظيم الضمير يساعدوا على قدي كده ويقولوا كل حاجة تنفع مع أي حاجة وفي أي حاجة وكمان ما بقتش الموضوع واقف على محلات بيع أسماك الزينة ده بقى فيه ناس بتلف في الشوارع دلوقتي وبيواقف عند محطات المترو بكبيات وفيها سمكة الجلد فيها ما علينا ربنا يا حاسبهم على الروح اللي مستغطرين بيها وبيضر غيرهم معاهم بداعي المكسب وخلاص عشان كده عملت لك الفيديو ده وهعرفك فيه إزاي تختار مقاس الحق بتاعك حسب السمك اللي هتربيه لو عجبك الفيديو دوسوا على زرار الاشتراك وفعل الجرس عشان يصلك كل جديد عن أسماك الزينة أول مقاس عندنا حوض ستين عرض في تلاتين ارتفاع في تلاتين عمك ده بنعمل سمك الإزاز بتاعه 6 ملي وبنربي فيه الأنواع صغيرة الحجم زي الأسماك الولود الجوبي المولي السورد بأنواحها كلها الطايجر بارب أو البارب عمتا أسماك التترا بأنواحها كلها الشيريمب والدوار في جرامي والكوري كانت فش بأنواحها الحوت ده تقدر تحط فيه في حدود من 12 ل 15 سمكة في نقطة هأكد عليك فيها قبل ما كمل الفيديو بتاعي كل أنواع الأسماك اللي أنا بذكرها في اللي هي تنفع تتحط في الأحواض والمقاسات الأحواض اللي هذكرها مش معناها أن ينفع تحط الأسماك دي مع بعض لا ده في حاجة اسمها التوافق وإحنا كنا عملنا فيديو قبل كده عن توافق أسماك الزينة هسيب لك الرابط بتاع الفيديو ده في الوصف أسفل الفيديو بتاعنا تاني مقاس عندنا حوض تمانين فاربعين فاربعين سنتي ده بنعمله بصمك تمانية ميلي وممكن تربي فيه جولد فيش سيكلد أفريقي أنجل جورامي بولي باتروس رينبو شارك ممكن تحط في الحوض ده في حدود من تمانية لعشر سمكات باستثناء السيكلد الأفريقي لأن السيكلد الأفريقي زي ما كنا قلنا قبل كده كل ما زاد عدده في الحوض كل ما كان أفضل عشان تقدر تسيطر على العدوانية بتاعته هسيب لك برضو الفيديو بتاع السيكلد الأفريقي في الوصف أسفل الفيديو عشان تقدر تخش على الفيديو ده وتتفرج وتعرف التفاصيل كلها بتاعت السيكلد الأفريقي بس طبعا بالنسبة للسيكلد الأفريقي احنا قلنا تزود العدد بدل عشر سمكات ممكن نخليهم في حدود خمستاشر سمكات وبالتالي لازم تزود معها قوة الفلترة في عندنا بقى حوض متر فاربعين فاربعين سانتي ده نعمله بصمك ثمانية ملي ممكن نربي فيه سيكلد أفريقي او سيكلد أمريكي الثعبانيات بأنواحها أسماك البراكش سيلفر دولار سيلفر شارك ودي ممكن نحط فيه من عشرة لاثناشر سمكة وبرضو زي ما قلت لك باستثناء السيكلد الأفريقي ممكن تحط في حدود عشرين سمكة اما بقى لو الحوض متر في خمسين في خمسين سنتي هنعمله بسمك آآ من تمانية لعشرة ملي ويفضل يتعمل بعشرة ملي وممكن تربي فيه بقى سيكلد أفريقي وسيكلد أمريكي الثعبانيات برضو بأنواحها أسماك البراكش أسماك الديسكوس متوسطة الحجم البلاك جوست كلاو النايف التين فوي البار وممكن تحط فيه من ستة لتمن سمكات أما بالنسبة للسيكلد الأفريقي ممكن تحط لحد خمسة وعشرين سمكة حط بحجم مئة وعشرين في ستين في ستين سنتي ده بنعمله بسمك من عشرة لاثناشر ملي تربي فيه سيكلد أفريقي سيكلد أمريكي من الأحجام الكبيرة زي الأسكر البلغة أو الجان الجرامي أو السينجري فيش وده تحط فيه من أربع لست سمكات باستثناء السيكلد الأفريقي من خمسة وعشرين لتلاتين سمكة لو عندنا بقى حوض متر وخمسين في سبعين في سبعين سنتي وده أكثر ارتفاع للحوض عشان تعرف تتعامل مع الحوض لو أنت مثلا عاوز تحط إيدك في الحوض تجيب تعدل في الدكورات تجيب أي حاجة من جوه الحوض تعرف تحط إيدك إنما لو زاد الارتفاع عن سبعين سنتي صعب جدا أن أنت تتعامل مع الحوض بتاعك وده ممكن تحط فيه أروانا، ريتل، كاتفيش، شيفل نوز، سناك هيد، جانت جورامي، ستينجري وده هتحط فيه من اتنين لتلات سمكات أما بقى الأحواض اللي هي بتبقى أكبر من مية وخمسين سنتي بتتعامل بسمك من عشرين لاربعة وعشرين ميلي وبتحط فيها كل الأنواع اللي بيزيد طولها عن تلاتين سنتي الأحواض اللي هي أصغر من خمسين سنتي وده بنقول عليها أحواض النانو ده بتعملها بسمك أربعة ميلي وده ممكن تحط فيها زكر فيطر أو زكر جورامي أو زر ريعة أسماك زينة مثلا لو عندك أو بيبقى حوض عزل للأسماك المريضة أو ممكن يعني بقى حوض شيرينب ومعها شوية زرع هأكد عليك نقطة تانية مهمة جدا الأسماك اللي زكرتها مع كل مقاس مش معناها أن هي متوافقة مع بعضها إطلاقا لأن التوافق ده موضوع كبير ومش كل أو أي أسماك ممكن أن هي تتوافق مع بعضها البعض ومش كل شخص رب أنواع مع بعضها وعاشوا مع بعض في سلام ويبقى تجربته نجحة وإن إحنا نطبقها ونعممها للجميع ده غلق جدا هأكد عليك نقطة مهمة جدا كل المقاسات اللي احنا ذكرناها في الفيديو دي مقاسات زي ما بتقال عليها المقاسات الاستاندرد أو المقاسات القياسية أو أفضل مقاسات أقرب حاجة إلى الصح يعني طيب لو نفترض أنت مثلا عندك ترابيزة العرض بتاعها خمسين والعمق بتاعها تلاتين وعايز تعمل عليها حوض ما فيش أي مشكلة انت ممكن تعمل بالمقاسات اللي انت حبيبها على حسب المكان اللي عندك وحسب المتاح عندك أهم شيء بس ما بتعلاش عن الارتفاع بتاع الحوت بتاعك عن سبعين والعمق بتاعك ما زيتش برضو عن سبعين لو زاد عن كده بيبقى فيه صعوبة في التحكم أو التعامل مع الحوت بتاعك وطبعا لازم تحط في اعتبارك أي أن كان المقاس اللي انت هتعمله السمك بتاع الإزاز بتاعك فده لازم تسأل عليك كويس جدا وتبقى عارف آآ إيه المطلوب عشان خاطر لو انت عملت سمك أقل من المطلوب ده ممكن يؤدي إلى الحوت بتاعك يتكسر أو يحصل فيه أي مشكلة وده ممكن يسبب أضرار احنا في غناء عنها أنا عارف أن فيه ناس كتير ممكن تكون مستنية فيديوهات من نوعية تانية بس احنا بنحاول نرضي جميع الطلبات وخاصة أنا نيهمني أني أغطي كل حاجة تخص الهاوي المتدئة عشان ما يقعش في أخطاء ويبقى عنده كل المعلومات قدر الإمكان وحتى برضو الهاوي اللي عنده حوض قبل كده ممكن يبقى برضو عاوز يعمل حوض تاني ومحتاج يعرف إيه المأساة الممكنة وإيه الأسماك اللي ممكن تتحط في الحوض حسب المأس استنونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله هترضيكم جدا جدا محتاجين بس وقت وشغالين بإذن الله على تطوير القناة وعلى المحتوى محتاجين دعمكم دايما شير ولايك واشتراك الفيديو بتاعنا انتهى أتمنى أكون وصلت لكم معلومة مفيدة لو ليك أي استفسار سبل تعليق أسفل الفيديو وهرد عليك في أسرع وقت ممكن إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر